تعريف العمال الجزائريون الحلقة السابعة والثلاثون من سلسلة دليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات السابعة والثلاثون العمال الجزائريون أخذ الوعي السياسي يقود لدى العمال الجزائريين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولسيما في فرنسا حيث حرية التعبير أرثر بالنسبة لهم وأول حركة وطنية منتظمة انطلقت من العمال الجزائريين بفرنسا بعد أن اتصل بهم الأمير خالد وألقى فيهم محاضرة سياسية وتان ذايته في سنة 1924 ميلادي حيث لم يتد الأمير ينتهي من القام حضرته حتى خرج العمال متظاهرين في شوارع باريس وهذه المظاهرة هي أول مظاهرة عرفت في تاريخ الحياة الوطنية الجزائرية وقد أعاد التاريخ نفسه بروعة مذهشة حين انطلقت هؤلاء العمال أنفسهم متظاهرين في طلب العاصمة الفرنسية في السابع عشر أرتوبر 1961 ميلادي بعدد يبلغ أربعين ألف متظاهر ومنذ أن تأسس حزب نجم إفريقيا الشمالية والنضال على أشده بين العمال الجزائريين والاستعمال الفرنسي بالخيج وفرنسا نفسها وطرطان للعمال تمتان للفلاحين شانيشان في مظاهرات 8 مايو 1945 ميلادي وحين تأسس حزب حارة انتصال حريات الديمقراطية ألحطت به منظمة خاصة بالنقابة والعمال وطبل تأسيس منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فبراير من سنة 1956 ميلادي كانت توجد بالجزائر منظمة نقابية هي التانفيدرالية العامة للعمل وطرطان عيسات إيدير 1913 1958 ميلادي أحد المناظلين البارزين في هذه المنظمة النقابية ولكنه بعد اندلاع ثورة نوفمبر ارتأى مع جماعة من المناظلين العمال تشتي المنظمة نقابية طوية يناظل من خلال الانتظام فيها العمال الجزائريين فيدافعون عن حطوطهم ويكونون طوى من طوى الثورة وذلك ما حدث في شهر فبراير من سنة 1956 ميلادي حيث أسسوا رسميا منظمتهم وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقد انتخب عيسات إيدير تاتبا عاما لها وهو أول تاتب عام لمنظمة العمال الجزائريين في تاريخ الجزائر ولكن المناظل إيدير اعتقل بعد ذاته بنحو شهر ونصف فقط وعانى معانا في سبيل القضية من ألوان العذاب والنيتال وتظل العمال الجزائريون يدافعون عن القضية الوطنية بطول شجاع وإيمان فقاموا بإضرابات مختلفة منها إضرابات بفرنسا في سنة 1956 ميلادي تم قاموا بأعمال فدائية جريئة ومنها مثلا إحرق مخازن النفط بفرنسا ولا يزالون يتعرضون للإضطهاد واستجن والمذايقات الشنيعة إلى أن دبرت لهم منظمة الجيش السري الإرهابي عملية إجرامية في ميناء الجزائر خارى فيها عدد كبير منهم وتان ذاته بعد إيقاف إطلق النار في ربيع سنة 1962 ميلادي ولنذكر بأن مساهمة العمال الجزائريين المالية لفائدة الثورة الجزائرية لا تعادلها مساهمة سوى منهم من تانوا في أوروبا أو من تانوا بأرض الوطن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم باعت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد